توصل اجتماع وزراء خارجية ودفاع كل من روسيا واليابان إلى قرار للتعاون في مكافحة الإرهاب والقرصنة خلال حوار غير مسبوق رغم الخلافات على سيادة جزر الكوريل الواقع شمال اليابان وفي أقصى شرق روسيا وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف قال عن هذا الاجتماع اجتماع اثنين زائد اثنين لن يؤثر سلبا على العلاقة اليابانية الأمريكية وفي الوقت نفسه نأمل أن لا تؤثر هذه العلاقة بين اليابان والولايات المتحدة على علاقات التعاون مع روسيا أساسا حين نبني علاقة صداقة مع الآخرين لا نقوم بها لمعادات الآخرين من جهته نظيره الياباني فوميو كيشيدا أكد أن اليابان وروسيا هما لاعبان أساسيان في هذه المنطقة من شرق آسيا وتعمق علاقات التعاون الأمني بينهما يساهم في الاستقرار والسلام في المنطقة وأضف كيشيدا إلى أن أي تعاون جديد في مجال الأمن سيكون إيجابيا من أجل توقيع معاهدة سلام لم يتمكن البلدان بعد من توقيعها بسبب خلافاتهما على الجزر